وماذا يقول ياسر عن الشيخ المفيد نسب إليه قولين نسب إليه القول الذي جعله قولا لكل علماء الشيعة من أن المفيد أيضا يقول الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة بل هي ذكر مستحاب وأيضا أضاف إليه هذا القول الشيخ المفيد يقول من قالها قال الشهادة الثالثة في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه أتحداك يا يحسر عودة مع كل أعضائي المنهجي الإصلاحي لمحمد حسين فضل الله أتحداكم جميعا أن تأتوا بأي كتاب من كتب المفيد تحدث فيه عن الشهادة الثالثة فيما يرتبط بشأن الأذان والإقامة أقولها لك من الآخر لا يوجد شيء في كتب المفيد على الإطلاق على الإطلاق في كل كتبه ما كان منها مطبوعا وما كان منها مخطوطا وإن كانت كل كتب المفيد قد طبعت الآن ما كان منها مطبوعا وما كان منها مخطوطا لا يوجد للمفيد قول على الإطلاق في شأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة على الإطلاق لا يوجد له قول إنني أقول هذا عن دراية قبل أكثر من خمسة وثلاثين سنة تتبعت كتب المفيد مثلما تتبعت كتب علماء الشيعة قبل أكثر من خمسة وثلاثين سنة دققت النظر في كتب المفيد من مطبوعها ومخطوطها بحثا عن قول له بشأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة فما وجدت له قولا على الإطلاق وهذا قد أثبته في كتاب طبع لي سنة 1414 للهجرة وهذه طبعة كتاب طبع لي سنة 1414 للهجرة ذكرت فيه آراء علماء الشيعة في شأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة منشورات هيئة قمر بني هاشم قموا المقدسة الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق بحسب هذه الطبعة التي هي طبعة سنة 1414 للهجرة صفحة 91 باء الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة نفيا أو إثباتا بإسلوب صريح لم يذكروا كلاما بخصوص الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة الكلام واضح الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة نفيا أو إثباتا بإسلوب صريح ربما ذكروا في كتبهم فصول الأذان والإقامة وما ذكروا الشهادة الثالثة لكن هذا لا يكشف عن رأي قطعي فهم لم يصرعوا الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة نفيا أو إثباتا بإسلوب صريح أولا الشيخ المفيد ثانيا السيد المرتضى ثالثا الفقيه الشيعي المعروف بسلار رابعا الشيخ أبو جعفر الثاني إنه ابن حمزة الطوسي السيد ابن زهرة الحسيني الشيخ محمد ابن إدريس الحلي الشيخ جعفر ابن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي الشيخ يحيى ابن سعيد الحلي السيد محمد الطباطبائي الشيخ محمد البهائي محمد البهائي بهاء الدين العاملي الشيخ البهائي السيد محمد جواد العاملي الفقيه المعروف صاحب الموسوعة الفقهية مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد محمد المجاهد الطباطبائي السيد محمد الطباطبائي إنه صاحب المدارك مدارك الأحكام الكتاب المعروف في شرح شرائع الإسلام من المصادر الفقهية المعروفة عند فقهاء حوزة النجر المحدث النوري الميرز حسين النوري لم يتعرض لشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة هذه نماذج من العلماء الذين ما تعرضوا نفياً أو إثباتاً بشكل صريح للشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة أولهم الشيخ المفيد وهذا الكلام ذكرته في هذا الكتاب بعد تحقيق طويل مثل ما قلت لكم قبل أكثر من خمسة وثلاثين من سنين تتبعت كل الكتب في كل المكتبة الشيعية حديثنا عن الشيخ المفيد الذي نسب إليه ما نسب ياسر عودة نسب إليه قولين نسب إليه القول الأول من أنه قال من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة وإنما هي ذكر مستحب مطلق والله ما قال هذا القول في كل كتبه ولم يقل هذا القول في رسالته العملية أما القول الآخر الذي نسبه إلى المفيد من قالها في الأذان معتقداً أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد التي وضع فيها آراءه وفتاواه والشيعة في زمان مرجعيته كانوا يعملون بهذه الرسالة إنها المقنعة الرسالة العملية لشيخنا المفيد رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في هذا الكتاب وفي سائر كتب المفيد لا يوجد حرف واحد من هذا الذي ذكره يحسر عودة وأنا أتحده أن يرشدني إلى حرف واحد من هذا الذي نقله وبهذه الطريقة من العنجهية والثقة بنفسه وبعد ذلك يقول شو رأيكم؟ أنا بيت لك رأيكم قلت لك من أنك كذاب جاهل وحمار هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد صحيح في فصول الأذان والإقامة لم يذكر الشهادة الثالثة لكنه لم يقل شيئا مما قاله يحسر عودة من هذا الكلام من قالها من قال الشهادة الثالثة في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق وله تجوز الصلاة خلفه هذا الكلام ليس موجودا على الإطلاق لا في الرسالة العملية للشيخ المفيد ولا في سائر كتبه بل وانتبهوا إلى بل 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 فإن الشيخ المفيد ذكر دعاء التوجه ودعاء الافتتاح وهو يقرأ استحبابا بعد تكبيرة الإحرام ذكر الشهادة الثالثة في ضمن ذلك الدعاء ذكر أمير المؤمنين في دعاء التوجه في دعاء الافتتاح الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام فماذا تقول يا هاسر مرجعك ونبيك المصغر الذي هو نسخة من رسول الله صلى الله عليه وآله محمد حسين فضل الله عد الإقامة من أجزاء الصلاة والإقامة ما هي من أجزاء الصلاة نصوص الأئمة واضحة من أن الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم والتحريم تكبيرة الإحرام حدود الصلاة الواجبة من التحريم إلى التسليم الشيخ المفيد ذكر دعاء التوجه دعاء الافتتاح الذي يستحب قراءته بعد تكبيرة الإحرام فيه ذكر لعلي أمير المؤمنين فذكر علي أمير المؤمنين لا يفسد الصلاة كما يقول مرجعك ذلك النبي الأثول نحن عندنا في الثقافة الشعبية العراقية يقولون فلان نبي أثول يقولون هذا نبي أثول وفلان نبي ثول لا يوجد أنبياء ثولان ولكن كأنبياء يحسر عودة نعام هناك أنبياء ثولان وهناك نبيات ثولات فهناك نبي أثول وهناك نبية ثولة بحسب الثقافة الشعبية العراقية يقول لها هاي فلان نبي ثولة هذه وفلان نبي أثول المقنعة إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قو المقدسة صفحة 104 في دعاء التوجه الذي يقرأ بعد تكبير تكبير الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الحمد وقل هو الله أحد يفتتحها يعني قل هو الله أحد يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم كما افتتح الحمد بذلك فهذا الدعاء يقرأ بعد تكبيرة الإحرام وبعده مباشرة تقرأ الفاتحة وسورة التوحيد هذه الرسالة العملية لشيخنا المفيد فالذي يذكر علي بعد تكبيرة الإحرام له يكون عنده من إشكال في ذكر علي في الأذان والإقامة أهل الذان ما هما من أجزاء الصلاة لكنني لا أقول من أن الشيخ المفيد قال ذلك فلقد ذكرت هذا في كتابي الذي طبع سنة 1414 من أن الشيخ المفيد لم يكن قد صرح بقول لا نفيان ولا إثبات بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نذهب إلى أفصل ترجمة نانسي قنقر